مرحبا بفكرة صغيرة مشروع كبير اليوم انا نحكي عن فن اتوقع انه الغالبية العظمى منكم بعرفو ومارسو خصوصا اللي عندهم هوايات بالحرف اليدوية وهو فن ديكوباج فن ديكوباج من الفنون بتمارس كهواية او كتجديد لقطاع العثاث المنزلية ولكن النسبة قليلة جدا بيشتغلو كبزنس اليوم بدي احكي لكم عن هم الادوات والمواد لازم تكون متوفرة حتى تشتغلو فيه كبزنس وشو المنتجات المقترحة اللي بتقدر تولشوا فيها كقطع صغيرة لشغل فيها بفن ديكوباج طبعا بشكل اساسي احنا نحتاج للالوان للأوراق اللي منستخدمها الرسومات اللي منستخدمها بفن ديكوباج سواء كانت على ورق الارز او على النابكن او على الأوراق عادية باعتمد على الخام اللي انتو حابين تشتغلوا فيها او اللي بتشوفوا شغولكم بطلع النتائج فيه افضل زائد الالوان حكينا عنها مادة الجسو والقطع الخشبية او قطع البلاستيك او قطع الزجاج اللي بدنا نشتغل عليها فن ديكوباج طبعا فن ديكوباج من فنو نقدر نبلش فيها بمنتجات جدا صغيرة سواء كانت زي التعليق الموجودة امامكم بالفيديو او على كوسترات خشبية على مناظر بسيطة وبعدين ممكن نطورها لقطع الاثاث الكبيرة اللي ممكن تاخد مساحة كبيرة من الغرفة او قطع الاثاث اللي بطلب منها لزبول اننا نجدد له اياها تابعوني المزيد من الافكار راح يكون فيه